السلام عليكم رجالة يا ربكم كله خير انا اريد ان اعطيكم جولة سريعة على عدة اللي اعمل بها لكي اقفدكم لكي ينزل يشلي نوع الشعر او حاجة ان فيه انواع ياما في السوق وربنا اللي علم بها فانا الشعر المستورة لرجالة اللي اعمل بها تحت القوايم فوق الشعر النوع ده محترم اوي يعني من اول بقى عشرة تمانية خمستاشر النوع ده جميل اول انا اعمل بقى عشرة انا اعمل بقى عشرين اما تحت عشرة وبجيب بشعر القوايم تلاتين خمسة عشرين اللي هو البلد العادي بالنسبة للسلاح اعمل بالامين هذا التسع الامين اعمل بقى البوري البطاطا لو شغالوا السمك حضر كبير اعمل بالسبع الامين انظر الامين سلاح سلكر فياعة والراجع بتاعه جامد شيء محترم اوي انصح الناس اللي هتشتغل تشتغل بالامين السلاح اللي هتشتغل به بفضل اوي للأوسكار طبعا بس الاسكار دواتي مش متوفر اوي فانها بشتغل بالمكانة بالسلاح الكوفتة انصح الاسكار انا جربت السلاح اللي هو اسمه الاسد ده معقول يعني كويس قريب للأوسكار انصح الاسكار انصح الاسكار طبعا انصح الاسكار انصح الاسكار او ايضا او اصح الاسكار انصح الاسكار الكبير والوسط يتعني طبعا الأصطافة دي أساسي الصغيرة دي الرصاص الرجالة في رصاص بيبقى موزون كده على قد الفيلا يعني احنا بنجيبه كده صدف يعني لو لقناه اما بنوزن الفيلا برصاص بيبقى كده برضو رصاص شريط بس بالليفه داير ميدور ليبقى وزن الفيلا ومعايا باستمرار بدل ما افضل اقطع ورمي بالمنزر داك يا رجالة طبعا لو احط العدة السيد بتاعتي في علب زي ما حالكم شايفين كده عشان العلب التانية دي بالنسبة لنا بتصدي الحاجة طبعا بطريقة دي تماما رجالة المداول المداول اللي مشتغل بالبولي المداول دي اللي هي الشور كعتش اللي هي الرمان بيلي دي دي انضف حاجة في السوق اللي واحد بعمل نص جيني او 75 والعادي داير المكان تماما رجالة اللي هو اللي بولي اللي كانت بقى عسلي دونه كده برمان بيلي تماما دونه كده برمان بيلي و هذه اللي اللي أنا بشتغل بيها يعني رجالة وربنا ورسوه كمية اشتغل بيلي اشتغل بيلي